يأتي دورها كل منها تراه واقف محاولة إنقاذ فتاة تحدث عنها الآن استطاعوا أن يصلوا إليها فتاة تحت الأنقاض حية وصلوا إليها والآن يستطيعون الآن انتشالها من تحت الأنقاض في انتظار أن تتبين لنا حالة هذه الفتاة بكل الأحوال في كهرمان مرعش هذا هو الأمل الذي صراحة يحيط بأهالي من ما زال يبحث عنه الجميع تحت الأنقاض يعني الآن نشاهد هذه الفتاة بعد خمسة أيام من بقائها تحت الأنقاض أخرجت حية فتاة طفلة في واقع الحال كما نشاهد يعني استطاعوا إخراجها حية من تحت الأنقاض بعد خمسة أيام من بقائها تحت الأنقاض هذا ربما ما يوسع من دائرة الأمل لدى ذوي بعض يعني الأهالي الذين ما زالوا عالقين تحت هذه الأنقاض عندما نقول أنقاض طبعا نتحدث عن مباني من سبع طبقات منها ثمانية وحيانا عاشرة يعني كلها انهارت على ساكنها بكل الأحوال لكن مرة أخرى هذه أعمار هي في الواقع الحال بيد الله إذن استطاعت فرق الإنقاض أن تصل إلى هذه الطفلة بعد بقائها خمسة أيام تحت الأنقاض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر